مع التقارب الإماراتي التركي في الفترة الحالية تأمل الجمهورية التركية بأن تصل العلاقات إلى مستويات متقدمة تلبي طموحات الطرفين لسيما المجال الاقتصادي حيث تحتل الإمارات المرتبة الثانية عشر كأكبر مستورد للسلع التركية على مستوى العالم المزيد في تقرير موفدنا إلى أنقرة مهيوب خضر آمال كبيرة تعلقها تركيا على تعزيز علاقتها بالإمارات فالأتراك يأملون أن تصل هذه العلاقات إلى نقطة مختلفة وتصنع الفارق تطور أشاد به رأس الهرم السياسي في البلاد فضلا عن إدراك استراتيجية هذه العلاقات وأهمية البناء على نتائج زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخيرة لأنقرة فالسياسة التركية الخارجية التي تشهد إعادة تموضع تعول على تحقيق إنجازات سياسية استثنائية تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة سيفتح لتركيا ترميم علاقاتها مع دول مختلفة في المنطقة مثل مصر والسعودية وحتى سوريا بما يفتح أفاق جديدة لحل حلة الصراع الإقليمي الموجود أعتقد أن الحكومة التركية أدركت على مدار عقد كامل أن التعويل على الغرب لن يحل مشاكل المنطقة ولا سيما مع انشغالات الولايات المتحدة بتهديدات الصين وها هي تغير وصلة سياساتها الخارجية باتجاه دول المنطقة إعلان أنقرة عن زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان للإمارات في شهر فبراير المقبل مؤشر إضافي لاندفاع تركيا باتجاه الارتقاء بعلاقاتها مع الإمارات التي أعلنت عن ضخ استثمارات في السوق التركي بعشرة مليارات دولار وتحتل المرتبة الثانية عشر كأكبر مستورد للسلع التركي على مستوى العالم فيما تطمح أنقرة بزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين من ثمانية مليارات دولار سنويا إلى مستويات قياسية العشرة مليارات التي ستضخها الإمارات في السوق التركي على شكل استثمارات على قدر أهميتها فهي أيضا بددت الشائعات التي تقول بأن السوق التركي غير صالح للاستثمار وهو ما سيفتح الباب أمام استثمارات دولية أخرى وتركيا تطلع لدور كبير لإقطاع الأعمال الخاص في الإمارات للاستثمار في مشاريع في تركيا الاقتصاد التركي يمر بمرحلة صعبة والكل يعرف أزمة الليرة كما تأمل أنقرة بتقدم الإمارات لتقديم المساعدة في ملف اللاجئين تركيا التي وضعت هدفا بتحسين مستوى ترتيبها في قائمة مجموعة العشرين لتصبح من الأوائل العشرة مع حلول عام الفين وثلاثة وعشرين ترى أهمية الشراكة مع الإمارات للوصول لهذه الغاية نظرا لنفوذها الاقتصادي واستثماراتها الواسعة عالميا تنظر الحكومة التركية إلى تعزيز علاقاتها بالإمارات كبوابة لانفتاح أكبر على دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وترميم علاقاتها بعدد من دول المنطقة من جهة أخرى بما يخدم مصالح الجميع سياسيا واقتصاديا مهيوب خضر لأخبار الإمارات إسطنبول ترجمة نانسي قنقر